بسم الله الرحمن الرحيم والنهاردة ان شاء الله هنتكلم مع بعض على عايزين بس ناخد الكلام كده اللي بيتسيل سريعا كده في الامتحانات هي سلايد واحدة بتتسيل الفايل ما هواش كبير ولا حاجة بس فكرته ان هو انا حاطت فيه الفايل اللي نزل لكم فيه شوية كروت اتعرضت فيه انا حاطتها وحاطت عشر سلايدات امتحانات جوم قبل كده في الامتحانات هنحلهم مع بعض ان شاء الله, الفايل مش كبير ولا حاجة لو انت تعطيك سريعا بتلاقي الكلام بياخد منك بتاع نص principio ساعة DAY نبدأ باول بكتيريا عندنا وهي القرين باكترية مديفيتيري. اه دي اول حاجة ان تجعل budget الوحيدة اللي باكتيريا عندنا, فلما تلاقي بكتيريا اللونها بيربل وشكلها باكتيريا. اقرافه انها قرين بكتيريا مديفيتير بيني آتوه. دي البكتيريا انا لا تأتي بمنهج البرينة اللي هي باس اللاي عندنا. فابتيجي الصورة دي في الامتحان ويسألك كالعادة قول للمورفولوجي بتاعها. هتقول والله احنا دائما وابدا بنتكلم على المورفولوجي في ستة نقاط اساسية. هي جرام بوزتيف ولا جرام نيجاتيف. طبعا لونها بيربل قدامنا فهي جرام بوزتيف. طيب كوكاي ولا باس اللاي باس اللاي. طيب الارينج منت بتاعها. الارينج منت بتاعها بيبقى عندها كلاب شاب دي اند. يعني نهايتها بتبقى عندها انتفاق في نهايتها. كده اسمه كلاب شاب دي ان وبتبقى ارينج في شكر يعني بتبقى متوازية او عامل اكيوت انجل بالمنظر ده كده اما متوازية او عامل اكيوت انجل مع بعض فتبقى شابه الحرف الصيني. خلاص في منها لات شينيز لتر ابيلنس. بعد كده التلاتة نن هم هم سبتين نن موطيل نن كابسوليتد ونن اس بورفورمينج. ده بالنسبة للمورفولوجي. طيب الميديا اللي احنا بنزرع فيها. هنقول لنا اول ميديا عندنا هي اللوفرارس سيرم. والصورة بتاعت اللوفرارس سيرم دي احد الصور ال الهامة جدا بتتسيل في الامتحان. اه شكلها هعمل ازاي بيبقى جريش ويت كورانيس. طيب احنا اتفقنا من الاول كده عشان نحفظ الشكل بتاع الديفيتيريا لان ممكن في الامتحان يقول لك قول لي مثلا اتنين ميديا بيستعدموا كمان لي لزراعة الكوراني باكترين وديفيتيريا. فانت بتقول كنا حفظناهم ان هي اول حاجة ده دونت جروء ان الورديناري ميديا واللون السابت فيها هو اللون الجري. جري وحاجة ايه بقى الحاجة دي دي احنا حنعرفها. اول حاجة هي دونت جروء على الورديناري ميديا. فالبلاد اجار هياخد جري بس فهتلاقي فيه سمول كورانيس حواليها هومولوسز لونها جري. جري كورانيس اهي. طيب بيبقى انا جري وحاجة. الحاجة دي ممكن تبقى بلاك او وايت. عندنا الميديا اسمها بلاد تلوريت اجار. بحرف البيا وبالتالي دي ستبقى جريت وبلاك كورانيس. دي الجزء التاني. الجزء التاني هو المهم عشان كده هي ديت اللي انا حططت لك لها صورة اللي هي اللوفرس ازيرهم دي بتبقى جري وقادي الصورة اللي بتتسيل والسؤال بيتسيل بالنص كده في الانتحان. بيجيب لنا الصورة دي. الميديا اسمها نوع الميديا لازم تكون عارف نوع الميديا كويس جدا استخداماتها ايه? بنستخدم الكوراني بنستخدمها في زراعة الكوراني باكتام دي في تيري لانها بتحتاج سيرم ميديا. مش بتطلع على الورديناري ميديا. رقم تلاتة لما نعملها بنعملها بلق نسبة سيشن. كنا بنقول كل مع ده خلاص. هادي بالنسبة للجزء ده. اخر حاجة في الدفيترية هي التست الذي قدامنا. هو اسمه الالكس تست. وصراحة ما تشارع في الريفيشن في في فيل الريفيشن الذي موجود لكنه مهم وتسأل قبل كده في الامتحانات ده الالكس تست الالكس تست ده وظيفته ان احنا بنحدد به توكس junior بتاعة الدفيترية لان البرالانس فاكتور اللي بتاعة الدفيترية هو التوكسين فمهم جدا بالنسبة لنا ان احنا نحدد توكسن ده لان عشان نعرف是 كانت اليستيريم بتاع الدفيتري دي يتحتى ليس نريد مرضي ولا لا فلازم نعرف التوكسين طب نوع ايه من التستات بتاعت المناعة هو انتشن انتي بودري اكشن بيها في شكل اجار ولو انت فاكر كنا بنقول دائما وابدا الاجار نوع بريسيبيتيشن تيست طيب ازاي بقى الريزلت بتاعتنا بتعمل ازاي بقى انا بحط توكسن وانتي توكسن لو هما التوكسن موجود او البكتيريا دي بتطلع توكسن الانتوكسن هيحصل له ديفيوز عن طريق الفلتر بيبرا انا احططها على هذا الاجار ويعملنا اللاينز اللي انت شايفها دي اسمها البريسيبيتيشن لاين بيبقى لونها اصفر ده الالكس تيست وده الكورين البكتيريا مديفيتيري المورفولوجي والميديا اللي هي اللوفرازي سيروم اللي نوحها كان الريشيد ميديا والالكس تيست طيب البكتيريا التانية اللي عندنا في العمل هي الستريبت بايوجينز وقادي الصورة بتاعتها قدامك اهيه ما فيهاش اي مشكلة دي تعتبر من البكتيريات الجرام بوزتف برضو بس شكلها كوكواي انت عندك البكتيريا ياما تبقى باس اللي هي ما فيش غيرها اللي عندنا في المنهج اللي هي مين اللي هي الكورين بكتيريا مديفيتيري وديها تكوكاية هي طب شكلها عمل ازاي بتاعة مرتبة في شكل تشينز ادي سلسلة و ادي سلسلة و ادي سلسلة و ادي سلسلة فمرتبة في شكل ايه تشينز بعد كده النون نون موطيل ولكنها بتبقى كابسيوليتد و نونو سبور فورمينج فديها دي كابسيوليتد هتطلق تحتها خطة عشان تاخد بالك منها خلاص ادي الاستريبت بايوجينز مهم جدا جدا ولا ياخله منها اي امتحان المي الميديا اللي احنا بنزرق فيها هي البلاد اقار انت اللون البلاد اقار هتعرفه زي في 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 الامتحان هم ميديا لونها احمر فدي ميديا لونها احمر في الامتحان او قداما ؟ أي مشكلة طيب نوع البلاد اقار ايه بيبقى انريتش طيب لما نعمل لما نزرع البلاد اقار نوع التفاعل اللي بيحصل ايه بلد بيهيموليسيز بان اتفاعل بيهيموليسيز يكون بيتا هيموليسيز بان اصفر على شكل بلد اجار بالمنظر السؤال الكي يأتي بيقولولي انه بكتيريا باتيلي بتعمل بيتا هيموليسيز يجب ان نعمل السرائلزيشن له البلد اجار بان كله يتعقم بالكلاف بان البرد اجار هو عبارة عن نيوترنت اجار بان اضعته عليه دم فكنا بنعمل ايه كنا النيوترنت اجار بنعقامه عادي في الوتوكلاف والبلود استيرايل عادي ما فيوش اي مشكلة طيب بعد كده ويبقص يعني لو هو سألك قالك قولي بكتيريا تانية بتعمل بيتا هيموليس على البلود اجار انت قلت له طبعا السيبت اجراجتي فلازم هيسألك ازاي تفرق ما بينهم ما عندي اتنين بيعملوا بيتا هيموليس ازاي فرق ما بينهم بقى هنفرق ما بينهم عن طريق تيست اسمه الباسي تراصين تيست الباسي تراصين تيست ده عبارة عن عن الانتيبيوتك سنستيفتي تيست بنحط مضادة حية ونبدأ نشوف هيحصل سنستيفتي ولا لا السنستيف بنلاقي فيه الجزء اللي حولها ده اللي هي الزونف انهيبشن بتبقى موجودة حوالين البكتيريا اللي احنا حطينا عليه فلما نحط الباسي تراصين تيست على الستريبت بجينزة هتبقى سنستيف صورة الباسي تراصين تيست ما هياش مهمة مش حجيلك كسورة في الامتحان ما تحفظهاش ماشي عشان هي بتلغبط بتيست تاني حنتكلم عليه كمان شوي خلاص ده الباسي تراصين تيست طيب آآ فتاني كده موضوع وكل اللي انت محتاج تقرافه والميديا بتبقى بلاد هيموليس هي بيتها هيموليس ليس شائع فامتابه في وسجل فتاني ك lambo ثاني حجيلك خلاص مجرد تعرفه اسمه خلاص ووهو بيفرع مبن البي دين بعدها كده خلصنا والك multiplic كل بكتيريا بتعرف فيها المورفولوجي وبناعرف فيها المم trying ديات المفوت ديات الاcemبين فقه ما عليش موجود يعني خطأ مطبعي اكتبلي فوق هنا ديات اسمها الستريبت نيمونية كوكس نيمونية ولا why ماشي؟ معلش عدل الخطأ ده. ديت مش بايوجينز ولكنها طيب المورفولوجي جرام بوزيتيف. كوكاية ولا بس اللايك كوكاية. آآ الارينجيمنت بتاعها ارينجيمنت امبير. شكلها بيبقى ديب لو كوكاية. وفانا لو احنا عملنا زوم على الصورة هوا. هتلاقيها هي عبارة عن ادي بكتيريا كوكاية وادي كوكاية اتنينات جنب بعض. فده بتقول عليها ايه ديب لو كوكاية. يبقى كام ارينجيمنت خدنا حد دلوقتي الاول بتاع الديفيتيريا كان التاني بتاع البيوجينز كان عبارة عن التالت بتاع النيموني خلاص. طيب اللي بعد كده بتبقى انان موطايل كابسوليتد ونانس بورفورمينج لانها تبع الستريبت كوكاية عادي خالص. ده كده المورفولوجي. الميديا هنتكلم على اتنين ميديا. اول ميديا بينما انها ستريبت كوكاية فحتتزرع على البلاد اجار. نوع البلاد اجار عادي. هنا التفاول هيبقى الفا هيموليسز. هيبقى الفا هيموليسز. معليش يعدل دي كمان خليها الفا هيموليسز. انا هنزل الفايل في التعديل ان شاء الله للحاجات دي كلها. بس عشان كاتب الفايل بسرعة. فممكن تلاقي اخطاق كده واحنا نشاهد. فدي الفا هيموليسز وانا هعدلها في الفايل اللي هنزل لك ان شاء الله. تمام? طيب. قول لي بقى باكتيريا تانية بتنمو على البلاد اجار وبتعمل الفا هيموليسز هي طبعا الفيريدانس استريبتوكو كوي. خلاص? ويبقى السؤال تلما انت اكتور الفيريدانس استريبتوكو كوي. هاي ازاي تفرق ما بين الفيريدانس والستريبتوكو كوي. ها? وده الجدوى اللي احنا هنتكلم عليه دلوقتي. طيب ازاي بنعمل دي البلاد اجار? زي ما قلنا هو نوترانت اجار واحطط عليه دم. فبنقول والله ان احنا نوترانت اجار في الاوتوكلاف. درجة حرارة مية واحد وعشرين لحد لمدة عشرين ليه تلاتين ديئة. والبلد بيبقى استيرائي. خلاص? فدية الميديا هي زي بتاعة الاستريبتوكو جينز بس هنا الفرق ان هي الفا هيموليسز. من تاني بيبقى الفا هيموليسز هي الفيريدانس استريبتوكو كوي. طبعا مفرق ما بينهم ازاي بالخمس تستات دي. عندنا خمس تستات اي بي سي دي اي. اول حاجة الاني مالبسو جينيسي وده مالوش صورة. تاني تست عندنا اسمه وده لي صورة وتعرض الصورة بتاعته في بتاعك. بعد كده رقم تلاتة الكابسول تست او الكولينج تست. وده تعرض برضو ليه صورة في بتاعك. بعد كده حرف الدي مضاد حيوي. وده الابتوشين تست. وده اللي انا قلت لك بيلخبط وما بينهم بيلبط البسي تراصين. بس ده اللي اتعرض عندك فيه. فلو جالك بالمنظر ده اكتب ابتوشين تست ما تكتبش البسي تراصين. مهم جدا. خلاص. ايه واحد تكتب بسي تراصين اكتب ابتوشين تست. اخر حاجة حرف الاي. الاستريبت النيموني بحرف البي. فهي اللي هتبقى بوزطف في كله. والفريدنس هتبقى نيجاتيف في كله. فهما اي بي سي دي اي وخلاص. وخلص نفسك خلصت الموضوع بتاع الاستريبت نيموني. طيب عندنا دلوقتي الميديا التانية لممكن نزرع عليها برضو الاستريبت النيموني هي لتشوكلة اجار ما يلخبطش خالص هي الشوكولاتة. الطيب بتاع الميديا انريتشد. كل الميديات اللي احنا خدناها لو انت فاكر كلها انريتشد زي ما انت شايف. خدنا انريتشد ميديا لوفرار زي سيرا. بعد كده خدنا انريتشد ديفرانشيال كان بلاد اجار. وده الانريتشد ميديا اللي هو تشوكلة اجار. طيب اليوزز بتاعه ايه? اليوزز بتاعته هي طبعا عبارة عن جروس للنيمو كوكاي وجروس اوف النياسيريا. فممكن يقولك قولي بيستهدم في ايه تقوله النيمو كوكاي. قولي بيزرع بكتيريا تانية تقوله النياسيريا. طيب يعقم ازاي برضو بنيوترنت اجار يعقم بالاوتوكلاف عن درجة حوات مية واحد وعشرين درجة سلزيل موت عشايتها دين دي. اشمعنا نفس طريق التعاقيم البلد اجار لان الشوكلة اجار ده عبارة عن بلد اجار بس انا غليته. ده بالنسبة للنيمو كوكاي سهل وبسيط وما فاش اي مشكلة. يبقى اخدنا النيمو كوكاي واخدنا واخدنا مين? واخدنا الكورين بكتيريا مديفيتيري. كل واحدة عرفت فيها المورفولوجي وعرفت فيها الايه? وعرفت فيها اللي هو الميديا. خلاص? البكتيريا اللي بعدها هي المايكوبكتيريا وديت اللي هتلاقي لونها احمر. بكتيريا لونها احمر. فمهما الصورة اتغيرت ومهما شكلها اتغير لانا هنشوف دلوقتي الصورة هتلاقي شكلها اتغير. البكتيريا اللونها احمر هي ديت البكتيريا. موجودة على خلفها زرق. ماشي فهو بيقول لك المورفولوجي بتاعها بتقابينك بصلاها اجنيست بلو بكجراون. طب لما نحب نصبغ البكتيريا دي هنصبغها باي? هنصبغها بالزين نيلس لستين. فبيتسي للبكتيريا يعني بتاعة المايكوبكتيريا عن دة هي اللي بتكنت. طيب. الميديا هي يلي جي ميديا وديت صورة بتاعتها اهي الميديا الخضرات جميلة. نوع MURفول ميديا لكن سِل микتف فهي سيليكتف الإنريشي ميديا سيليكتف الإنريشي د ميديا. يبقى احنا خدنا إنريشي د ميديا كان شوكولة اغار واللوفراريسيران. انريتشيد دفرانشيل ده كان بلاد اغار. ده مين ده اللي جاي. يبقى الميديا كلها فيها انريتشيد من الاخر. طب نستخدمها بقية عشان نعمل او كالتشار لمايكوباكتيريام تويبركولوسيز والمايكوباكتيريام بيوفوس. ممكن تتساءل سؤال نصر يقولك قل لي التفارات الكيميائية اللي بتعملها البكتيريا دي. هتقوله انها بتعمل بريديوس للنياسين. بتطلع النياسين. وبتعمل اختزال للنيتريت. بس احفظها كده وخلاص. تمام تمام. بعد كده عندنا حاجة برضو خاصة بالمايكوباكتيريام تويبركولوسيز. اللي هي مين? اللي هي التيبركولين سكنتست. التيبركولين سكنتست ده اللي احنا كنا بنحقم بروتين جوه الجسم عشان نشوفها الراجل ده عنده مايكوباكتيريام ولا? كان اسمها بيورفايد بروتين ديراتيف. الفكرة بتاعته عبارة عن طيب فور هيبر سنستيفيتي اللي هو كان ديليه طيب افور هيبر سنستيفيتي. طب هنعمل له انتربريتشن ازاي? الانتربريتشن الشخص ده لو حصل له انديوريشن يعني ايده حمرت بالمنظر اللي قدامك ده. بنعرف على طول ان ده بيبقى انديوريشن حجمه من. هو جايب مصطره هو بيئيس بيقى من خمسة لعشرة ميلي. ده يعتبر بوزيتف تيست. التيست ده بوزيتف. ومعناه ان الشخص ده جواه فيابل بس اللهي. جواه بس اللهي. حتى لو هي مش عامل له اعراض بس هوه جواه بس اللهي. خلاص. حتى لو هو كمان ممكن يكون واخد الفاكسين اللي هو البيس جي اللي هنتكلم عليه دلوقتي. وده بيقى لايف اتنويتة الفاكسين. انا بحق جواه البكتيريا. فلو جواه الفاكسين وعملت تيبركرين تيست هيطلع بوزيتف. عشان كده هو بيقول لنا ان هو مش بيفرق ما بين الاكتيف ديزيز ولا الاميونيزيشن. لان انت لو انت هو شاف البس اللهي جواه جسمك هيعمل اندوريشن ويبقى بوزيتف. خلاص. طب لو احنا لقينا التيست ده هو تنيجاتيف. لو لقينا التيست ده نيجاتيف. فمعنى ذلك ان الشخص ده ما تعرضش البس اللهي خالص في حياته. لهو خد تطعيم ولا 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 هو تعرض لليه البكتيري قبل كده. لذلك يعتبر تيبركرين تيست جود نيجاتيف تيست. يعني لو ان اقيت نيجاتيف دي حاجة كويسة. مش هتجعل اي تانية. هتأكد مليون في المية ان الشخص ده لم يتعرض ليه البس اللهي قبل كده. طيب قد التطعيم بتاعنا اللي هو البيس جي لايف اتنويتد فاكسين. بيتاخد انتراديرمل جرعته واحد من عشرة ميلي. بيتاخد في منطقة الديلتويل. ماشي. طب احنا بنادي المين للنيونات اللي عندهم شهر. الناس كلها ما تتولد في اول شهر بتاخد تطعيم التيبي ده. والادلت اللي هما بيتعرضوا الانفيكشن هو احنا الدكاترة. بعد كده الناس اللي هما عندهم فاميلي هستوري اوف التيبركولوزيز. او شخص عنده تيبركولين نيجاتيف لانه هو ترامة تيبركولين نيجاتيف. معنى ذلك انه لم يتعرض البيس اللاي فابدينه التطعيم على طول. كلام جميل. طيب البريكوشنز عندنا ان احنا قبل ما ندي الفاكسينيشن لازم ان احنا نعمل تيبركولين تيست علشان نشوف لو هو نيجاتيف ندي الفاكسين لو هو بست مش هنقدر ندي الفاكسين. ده كده بالنسبة ليه البكتيريات اللي عندنا. كان بكتيريا عندنا يا باشا في المنهج الكوريني بكتيري. كلمنا عليها. عرفت المورفولوجي والميديا. اتكلمت على الستريبت بايو جينز. اتكلمت على الستريبت نيموني. واتكلمت على المايكوباكتيريات. اربع بكتيريات هيجي لك منهم ان شاء الله واحدة في الامتحان من الاسئلة اللي احنا قلناها دي. وحنحل الاسئلة دلوقتي وحنشوف. آآ بعد كده في شوية فيروسات كده هما حطنا في اخر آآ فايل المراجعة. ده بيقول لك مثلا ده الانفلونزا فيروس العيلة بتاعته ارسو ميكزي فيروس. اي عم بتعرفها شكل ايه؟ شكل ان بتلاقي المادة الورصية بتاعته عاملة دوائر كده. خلاص. طيب التاني. التاني ده البارة انفلونزا فيروس تابع البارة ميكزي فيروس. خلاص. طيب بتعرفوا ازاي بتلاقي المادة الورصية بتاعته ده هي عاملة كده. ما هيش عاملة زي الزنبالك. يعني ده زي الزنبالك كده. إنما ده عبارة عن خطوط عرفت الفرق لمادة الورصية بس عشان تعرف ما بينهم فيه الامتحان خلاص قادي يا باشا الجزء التاع العمل التاع المايكرو مفوش أي مشكلة الجزء اللي جاي عبارة عن صورة واتعرضت عندك فيه في عندك يعني السنة دي دي أول صورة سهلة خالص بنفس الأسئلة اللي عليه بيستهدم ليه زراعة الكوريني بكتيريا مديفيتيري ويعقم بالإنسبسيشن ده احنا ما قلناهوش ده الكتاليست تتعرض عندك الكتاليست تت بيستهدم عشان يفرق ما بين اللي ستريبت طب مين اللي بوزوتيف البوزوتيف اللي هتلاقي فيه البابلز الفقاقية دي بتحصل في اللي ستريبت نيجاتيف ما فيهاش أي مشكلة طيب ده مين ده الامبوبة الخضرة الالي جاي بيمسك المصدرة وبيقيس وفي انديوريشن بتاع المايكرو بكتام طيب ايه دي بقى تعال بقى عشان الصور دي ممكن ترخي مالك شوي انا شايف بكتيريا تحت المايكروسكوب البكتيريا ده هي تكوكاي واضح خالص انها مدورة واتنينات جنب بعض حتى وخطط لك المربع على اتنيات فديات مين ديات النيمو كوكاي طيب ده مين ده الميديا الحمراء بلاد اجار بس مش مزروعة فيها حاجة ده الميديا العامة زي الشوكولاتة تشوكولة اجار مش مزروعة في حاجة ده بلاد اجار في ايه في بيتا هيموليسيز بيتا هيموليسيز اللون الاصفر خلاص اللون الاصفر ودي التست اللي هو الكابسلر سويلينج تست اللي بيستخدم عشان يفرق ما بين الفيريدانس والستريبت نيموني هذه الصورة بتاعته قدامك اهيه ديات الصورة الكارت رقم عشرة ديات صورة الايه بكتيريا كوكاي مدورة عاملة سلاسل زي ما انت شايف اهيه فديات الستريبت بايوجين ما فيهاش اي مشكلة ده مين ده ده البيلسولابلتي تست اللي بيفرق ما بين الفيريدانس والنيموكوكاي طيب ماشي بعد كده ادي الصورة اللي قلتلك عليها ونبهتك عليها الاوبتو تشين سنستريبت تست بيفرق ما بين الستريبتو كوكاي والفيريدانس السورة اللي فيها احمر فازرق اهو احمر اهو فازرق ديات مين ديات على طول المايكوباكتيريام تيبركولوزز تحت المايكروسكوب وده الكارت رقم 13 بنستخدم فيها دي كانت الكروس اللي طارقت عنده الاخر خالص بقى بنتكلم على الاسئلة دي سات قبل كده في الامتحانات فاول حاجة عندنا ادي اسيدي باكتيريا هو مكتوب تحت اسمها هو بس معلش نشوفها برضو ونفهمها الباكتيريا ديات باصلايا هي زي ما انت شايف فالوحيدة اللي باصلايا عندنا فارسبيراتر ومفيش غيرها هي الكورين باكتيريام ديفتيري فاول سؤال بيقولك ده الكورين باكتيريام ديفتيري اوعى تستارى بهذا السؤال ده السؤال ده دي ولكن قولي هي انت بتقول اصلا في المورفولوجي انها جرام بوزوتف وبالتالي المورفولوجي عام قولنا جرام بوزوتف بس اللايك او عاملة عاملة زي كده فبنقول عليها انها ايه انها زي الحرف الصيني خلاص مع التلاتة انا قدامك ادي اول سؤال سهل وبسيط السؤال التاني اللي هو ما كانش موجود المراجعة اللي هو فيقولك ده على طول بتاعته بس تقدمه عشان احدد التوكسن بتاع طيب بعد كده عندنا مين ادي السؤال ده 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 ميديا لونها احمر بس فيها حتة خضرة في الجنب ده مين ده ده بلاد اجار البلاد اجار نوع طيب قولي اتنين بكتيريا بيعملوا انها في الشرح لاحظ الاسئلة بتتمحور عند نفس الموضوع السؤال ده من الاسئلة الرخمة اللي انت ممكن تاخد بالك منها بس عايزك تركز فيه شوية انت زي ما انشايف الصورة الحامرة قدامك ده ممكن تلعبطك بس بص في الصورة عشان هي رخمة شوية هبص تلاقي ان انا عندي بكتيريا مدورة واتنينات زي بعض فديت مين ما فيش غيرها النيمو كوكاي فالأرنجمنت هنا بيبقى في شكل بيرز او ديبلو كوكاي مين الارجانزم اللي بيدي الشكل ده هي النيمو كوكاي طب الميديا اللي احنا بنزراحها بلاد اجار شكلها الفا هيموليسز بس ادي السؤال كلمة واحدة بالظبط اللي احمر على خلفية زرقة ما فيش غيرها هي المايكوباكتيرام تيبوركولوزز الميسود وفلستينج هنا الزيل نيل سنستين طب ليه مش بنعرف نسبقها بالجرامستين قلنا لان عندها هاي ليبت كونتينت ده كلام جميء سلايد ستة دي صورة بلاد اجار البلاد اجار ده لونه اصفر زي ما انت شايف فده عبارة عن بلاد اجار نوع ري اكشن هنا بيتا هيموليسز قولي اتنين ارجانزم بيعملوا بيتا هيموليسز ده لون اخضر اهو فده الالفا هيموليسز الميديا دي بلاد اجار نوع الهيموليسز الفا تنين باكتيريا فيردنس والنيمو كوكاي ماشي نفس الصورة الرخمة بتاعت النيمو كوكاي بس بيسألك قولي قولي ارجانزم بيدي هزا الانوش تحت الميكروسكوب هي النيمو كوكاي عايز الميديا اللي احنا بنزرع فيها النيمو كوكاي ممكن تقوله بلاد اجار او شوكلة اجار بس اكتب بلاد اجار افضل عايز اتنين بايو كيميكال ري اكشن عشان يساعد الدياجنوزز قلنا اكتب با اي واحد من الخمسة اللي هما اي بي سي دي اي اكتب مثلا البيلسولابلتي تست والاكتوشين تست خلاص الصورة دي برضو من احد الصور الرخمة بس زي ما انا قلتلك هتلاقي في صورة حمرة على خلفية زرقة فانا فيش غيرها هي التي بي ادي اللي احمر والخلفية الزرقة فديت المايكوباكتيرام تيبركولوزز الميسود اوفلستينينج كالعادة الميديا اللي بنستخدمها هي الالي جي ميديا اخر صورة عندنا من معانا دي صورة باكتيريا كوكوية عامنا شكل سلاسل مع بعض فديت اسمها ايه دي الميسود اوفلستينينج قلنا اوعد تطلق اوعد تزعم نفسك من السؤال ده ده السؤال ده مضمون ده الميسود اوفلستينينج انا بقول انها فهي الميسود هتبقى ماشي الكلام بعد كده عايز بنزرق طبع الميديا على البلاد اجار شكلها بيبقى بيتا هيمولوسز البايو جنز بتبقى بيتا هيمولوسز بس يا باشا ده كده كالنهاية الفيديو بتاعنا النهاردة الاسئلة سهلة وبسيطة وما ياخدش منك وقت ان شاء الله في المذاكر شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته